موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله سهدتي ألا كارم أينما كنتم ومن استوديوهات قناة التركمان في كركوب الحبيبة في برنامجكم السياسي الحوار الأسبوعي قضية للمناقشة سادتي ألا كارم أزمة تشكيل وتعليف الحكومة في العراق ما تزال محطة اتمام واسع داخل وخارج هذا البلد الذي يعاني من أزمات ومشكلات سياسية واقتصادية وصحية كبيرة بسبب استمرار الخلافات السياسية والتدخلات الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة هل سينجح المرشح المكلف لرئاسة الوزراء السيد عدنان الزرفي من تمرير كابنته الوزارية وسط رفض الكتل السياسية الشيعية لعملية اختيار واعتبرتها مخالفة دستورية لتوجيهات المرجعية الرشيدة التي أكدت أن لا يكون المرشح جدليا سادتي الأكارم اسمح لي أن أرحب بضيفي الأستاذ محمد سمعان أغا المتحدث باسم الجبهة الترك مهنية العراقية حياكم الله سيد محمد أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدة حياك الله سيد محمد قبل أن نبدأ الحوار معكم لنشاهد تكليف السيد عدنان الزرفي من قبل رئيس الجمهورية ولقائه بسيد رئيس الوزراء المستقل السيد عادر عبد المهدي وأيضا السيرة الذاتية للمرشح المكلف السيد عدنان الزرفي واجب هذه الحكومة القساسي سيكون تنظيم الانتخابات المبكرة المزيهة والتي تعطي لشهر العراقي الحرية الكاملة في تقليل مستقبله ولا شك أن البلد يتعرض إلى أزمات والحديات خطيرة من العزم الصحيح أزم المالية وغيرها أحديات جسيمة مسؤولية كبيرة ستلقى على أعتقد أتمنى عليك أن تعمل جاهدا من أجل توحيد الكلمة أتمنى عليك الموفقية في تشكيل حكومة قادرة مقتدرة لخدمة الشهر العراقي وإنخاء المعاناة التي يعانونها في هذه الأيام العصيبة ونتجاوز العزم وصولا إلى الانتخابات النزيهة المنشودة للعراقين وحدة الصف تضميد الجراح رأب الصدق المهم الأولى لهذا الرجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وسبقا أيتم أيضا سلفه السيد محمد توفيق علاوي وكان لكم منصب وزاري ممثل للتركمان السيد حسن عزمان ولكن في هذه المرحلة الحرجة كيف ترون تقرؤون هذه العملية السياسية وهذه العملية تعيش في مخاضن عسير وبعد تجاربات ورفض الكتل السياسية الكبيرة الشيعية لهذا الاختيار نعم شكرا جزيلا لقناتكم الموقرة والأستاذ المشاهدين كما تعلمون الدولة العراقية منذ أدة أشهر تمر بمرحلة حساسة وحارج جلاسيما وخرج عشرات الآلاف حتى وصلت إلى تظاهرات مليونية في بعض المحافظات وعلى رئيس العاصمة العراقية بغدار منذ الأول من أكتوبر الماضي نعم تظاهرات طالبت بالإصلاح وضرورة تغيير النمط السياسي في العراق ضرورة تقديم الخدمات للمواطن العراقي كانت هذه التظاهرات تتحدث عن عديد من المطالب على المستوى الاقتصادي والسياسي وعلى المستوى الاجتماعي وأيضا الاقتصادي لكن اليوم حينما أصدرت الجابة التركمانية العراقية بيان ترحيب وليس تأييد ترحيب لخطوة السيد برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية بتكليف السيد عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة جاءت منطلقة يعني عذرا للمقاطع سيد محمد هل كانت توضح للسادة المشاهدين الفرق والتمييز الذي أشرت عليه أنت لربما تفسيرات المشاهد يفسر تفسيرات متعددة تقول ترحيب ترحيب وليس تأييد الترحيب هو أن جبت تركمانية العراقية خرجت من منطلق بضرورة تشكيل حكومة عراقية جديدة شاملة لكافة مكونات الشعب العراقي تمر بهذه الفترة الحريجة وتقدم على الأقل العديد من المطالبات التي طالبتها الأخوة المتظاهرين في بغداد والعاصمة يعني رحبتهم بعملية الاختيار بالاختيار قد لاحظ المشاهد الكريم بأن عدد كبير من المرشحين قد تم رفضهم إما من المتظاهرين أو تارة من قبل الأحزاب السياسية وعلى رأسها الأحزاب الإسلامية في بغداد طبعا هذه المسألة دخلت إلى مرحلة نشاهدها السيد الرئيس الجمهوري يكلف شخص والشخص خلال ثلاثين يوم يقوم بتكوين كابينة الوزارية ثم هذه الكابينة الوزارية لأسباب على رأسها الخلاف السياسي بين الكتل السياسية في البرلمان العراقي لا يتم المصادقة علىها وهذه السيناريو بدأت تتكرر ووصل المرحلة بأن الشارع العراقي يشعر اليوم بالإشمئزاز يشعر بالملل ويشعر بأنه على القادة السياسيين وقادة الكتل في بغداد بوضع يدهم تحت الحجر وبضرورة أن يقبلوا بأي مرشح كان يستطيع أن يخرج العراق من هذه المرحلة الحارجة لذلك كانت الجبهة التركمانية العراقي حينما رحبت بتكليف السيد عدنان الزرفي بتكوين الكابينة الوزارية هي مسألة اعتيادية لاسمة نحن نريد أن يتم تأسيس حكومة جديدة هذه الحكومة تضم ممثلين بكافة المكونات الشعب العراقي تعمل خلال سنة بحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الشارع العراقي تحقيق بعض المطالب للمتضارين الذين خرجوا لاسمة وشاهدنا خرجوا في الأشهر كانت في فصل الصيف اليوم نحن في فصل الشتاء وهؤلاء المتضارين لا زالوا في ساحة الحبوبي وفي ساحة التحرير وفي ساحة أخرى لذلك من الأجدر لنا جميعاً ككتل سياسية وكعزاب سياسي أن نرحب بأي شخص كان يستطيع أن يدير العراق فلال هذه الفترة الراهنة وبعد هذه الفترة أو بعد مرور سنة من هذه الفترة أن يذهب العراق إلى انتخابات مبكرة قد تصل أيضاً إلى تغيير بعض بنود الدستور لأن هناك بنود في الدستور يجب أن تغير الأخاني بعض البنود الدستورية اليوم هي سبب لما وصل العراق لما هو عليه الآن أستاذ محمد ترشيح السيد الزرفي تلقى أيضاً ترحيباً من قبل ممثلة الأمم المتحدة السيدة بلاسخارت وأيضاً من خلال تويتر وتغريدات السيد وزير الخارجي الأمريكي بومبيو وأيضاً أكد ترحيبه بعملية التكليف للسيد الزرفي هناك تأييد واسع دولي وأقليمي وأيضاً محلي أنتم كأحزاب سياسية تركمانية ومحلية عراقية رحبتم أو من دون التحفظ على عملية الاختيار مثلاً السيد رئيس الجمهورية خلال تكليفه للسيد الزرفي أكد على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة أنتم مع إجراء الانتخابات المبكرة وإجراء إصلاحات سياسية في بنية النظام السياسي المبني منذ 2003 نحن في الجبه التركمانية العراقية لدينا خارطة بصراحة خارطة سياسية تبدأ بترحيب أي شخصية سياسية تستطيع تشكيل حكومة هذه الحكومة تتكون من كافة مكونات الشعب العراقي تستطيع أن تلبي طموح الجماهي خلال هذه السنة ثم هذه الخارطة تمتد إلى أن بعد سنة يتم إجراء انتخابات مبكرة نحن في أجربة تركمانية العراقية نعم مع إجراء الانتخابات المبكرة لكن قبل إجراء الانتخابات والترحيب بتكليف السيد عدنان الزرفي سألتني ما الفرق بين الترحيب والتأييد أقول لك وبكل صراحة لكي يفهمني المشاهد الكريم نحن نؤيد كابينة السيد عدنان الزرفي إذا ما تم تمثيل المكون التركماني فيه إلى اليوم نحن نرحب بهذه التكليف لكن إذا ما لم يتم تكوين هذه الكابينة كما قام به سيد محمد توفيق علاوي أرجعتم تأيدكم له من خلال بتنسيل شعبي طبعا اليوم حينما نشاهد الحكومات التي سبقت هذه الحكومة سيد عادل عبد المادي مع الأسف أغلبها لم تكن فيها ممثلين لمكونات الشعب التركماني باستثناء السيد نور المالكي الذي كان في كابينته ثلاث وزراء إضافة إلى مناصب أخرى أعطيت للمكون التركماني بعد ذلك السيد العبادي لم يعطيه كابينة وزارة للتركمان جاء السيد عادل عبد المادي على نفس السياق لدينا تخوفات من هذه المنطلق اليوم يجب أن نؤكد على نقطة مهمة جدا قد يسأل المشاهد الكريم ما سبب ما يحدث منذ أكثر من ستة أشهر من عدم تشكيل حكومة في العراق أقوله وبكل صراحة سببه الأحزاب الإسلامية الحاكمة في بغداد اليوم لو رجعنا بعد سقوط الطاغية الصدام من 2003 إلى يومنا هذا أن الحكومة العراقية والذي كتبت الدستور كتبت بإياد الأحزاب الإسلامية وأن السلطة التنفيذية العليا في البلاد هو منصب رئيس الوزراء بيد الأحزاب الإسلامية أستاذ محمد عذرا للمقاطع كان لديكم ممثل ساد رياسار كهية ممثل في لجنة سياعة الدستور نعم لكن من بين كم ممثل كان بإمكانه أيضا هل استطاع ممثلي التركمان الذين أعطيت لهم مهام كتابة الدستور أن يستطيعوا أن يغيروا أي مادة من هذه البنود الجواب كلا كان هناك العديد من الذين شاركوا في كتابة الدستور العراقي ويجب أن أكون أكثر صريحا مع المواطن الكريم وأقول له بأن هذا الدستور كتب بياد أمريكية أشرفت من قبل بولو بريمال على هذا الدستور وجئ هذا الدستور إلى العراق جعلت من الأحزاب الإسلامية الحاكمة اليوم في بغداد أسيرا بيد حكومة إقليم كردستان وفي الحلقة الماضية أيضا مع جنبك الكريم تحدثت بهذه الأمور بأن هناك نقاط دستورية تجعل أو تقيض الأحزاب الإسلامية في بغداد أو باقي الأحزاب السنية والشعية في بغداد من الكثير من المهام على رأسها إذا ما تم تغيير الدستور العراقي فهناك مواد دستورية تتحدث بأن ضرورة أخذ موافقة إقليم كردستان بأي إجراء تغيير في هذا الدستور لو طالبنا بتغيير أحد البنود الموجودة في الدستور العراقي هناك مادة أيضا تتحدث بأن في حال رفض ثلاث محافظات عراقية إلى هذا الدستور تلغى مسألة تعديل أو تغيير أحد بنود هذا الدستور كل هذه النقاط جعلت من الحكومة العراقية اليوم أسيرا بيد حكومة إقليم كردستان لذلك أقول نحن نرحب بتكلف أي شخص معروف من قبل الأواسط السياسية عمل في العراق لا سيما السيد عدنان الزرفي من مولد 66 في النجف الأشرف يحمل شهادة البكالوريوس والماجستر والدكتورة من جامعة الكوفة في الفقه الإسلامي شارك في الثورة الشعبانية وجرح ثلاث مرات خارج إلى مخيم رفحام ثم غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية جاء كما جاء باقي السياسي العراق في 2003 أخذ منصب هيئة الإعمار العراقية في 2004 تبنى منصب 2005 منصب محافظة النجف الأشرف ثم عمل لديك سيرة ذاتية يعني حافظة في ذهنك طبعا عمل علوان في مجلس المحافظة لغاية 2009 ثم مرة أخرى تويلية منصب محافظة النجف الأشرف بين 2009 و2015 يعني دي خبر إداري وبعد 2015 تولى عدة مناصب أمنية في وزارة الداخلية منها وكيل مساعد في شؤون الاستقبارات في وزارة الداخلية اليوم الشخص معروف من قبل الأواسط السياسية له بعض وجهات النظر بإبعاد العراق عن التأثيرات الإقليمية عن دول الجوار بضرورة أن تكون العراق ذات سيادة استقلالية قد يكون هذه النقطة جدا مهمة قد يتعرض لبعض الأحزاب الإسلامية قد يعرض هذا يعني بأكبارك أستاذ محمد يعني سياسي الأحزاب السياسية الشيعية الكتلة السياسية الشيعية الكبيرة أربع الكتلة السياسية تعترض على عملية اختيار لماذا تعترض على عملية الاختيار يعني أنا أعتقد أولا بعض الأحزاب الإسلامية تطالب بأن يكون المرشح من حزبه أو من شخص قريب من قائمته أو من كتلته وهذا ما هو يرفضه المتظاهرون اليوم المتواجدون في ساحة التحرير أو الساحات الأخرى لذلك لو دخلنا في هذه المعادلة الصعبة حينما نرشح أي شخص معين إما يرفضه المتظاهرون أو يرفضه بعض الكتل السياسية سندخل إلى متاهة ليس لها أي حل بل سيؤدي العراق إلى مشاق عسير قد لا يحمد عقبال لذلك نحن في الجبه التركمان العراقية لنا رؤى سياسية نرى بأن في حال استمرار الوضع السياسي الحالي وعدم تشكيل حكومة جديدة ووجوه جديدة تقوم بقيادة هذا البلد سنصل إلى مشاكل كبيرة لذلك رحبنا مسيد عدنان الزرفي لكن كما قلت ننتظر اليوم مسألة تكوين الكابينة الوزارية يجب على المكونة التركمانية أن يكون له ممثلا في هذه الكابينة الوزارية حينئذ فقط سنقوم بتأييد سيادته لهذا المنصب أو للحكومة الجديدة هذه نقطة أما بالنسبة للأحزاب الإسلامية التي حكمت منذ 2003 إلى يوم من هذا اليوم حينما وأنا كشخصية تركمانية يتحدث عن مناطق تركمانيل اليوم في ضل سيطرة الأحزاب الإسلامية في بغداد مع الأسف لم نشاهد أي عمار في تلعفر أو في طوس خرماتو أو في داقوغ أو تازو كافة المناطق التي خرج هؤلاء السياسيين من صلب هذه المناطق اليوم المناطق التركمانية مهملة اليوم المناطق التركمانية تحتاج إلى عدة مشاريع تحتاج إلى مشاريع تنموية سنتي على هذه المشاريع والخدمات في المناطق التركمانية تحديدا سيد محمد باعتقادك هل بإمكان السيد الزرفي أن ينفذ كل الوعود التي أطلقها خلال عملية التكليف وخلال خطاب التكليف أنه سيجي الانتخابات مبكرة خلال سنة وسيقضع على الفساد اليداري والمالي وسيحاكم الذين وجهوا بنادقهم على صدور المتظاهرين وسيقاضيهم وإيضا سيؤمن العيش الرغير لأبناء الشعب العراقي وتوفير الحماية الكافية لأبناء العراق والسماع العراق كيف تجد هذه البنود وهذه المواثق التي تعهد بها السيد الزرفي يعني الوعود نرجسية لكن الواقع يختلف كثيرا اليوم الواقع العراقي واقع مؤلم اليوم يشهد العراق سيطرت الأحزاب الإسلامية بشكل كامل أصبحت بعض الوزارات في الدولة العراقية ووزارات هي منابع اقتصادية لبعض هذه الأحزاب ومن الصعب على السيد عدنان الزرفي أو غيره مهما كان هذه الشخصية أن يقوم بما تفضلت به قبل قليل بأن يحل كل هذه المشاكل ويقضي على الفساد ويقضي على الرشاوة ويقضي على المنابع الاقتصادية لبعض الأحزاب السياسية وأن يحاول تقديم المشاريع والخدمات للمواطن العراقي كل هذه خلال سنة أقول لك تكون وعد نرجسية فقط من المستحيل القيام بذلك لكن يبدأ خطوة المئة خطوة بخطوة واحدة اليوم الخطوة الأولى هو تشكيل حكومة عراقية جديدة يجب أن نعبر هذه المرحلة يجب أن يفهم الشارع العراقية يجب أن يفهم الأخوة المتظاهرين يجب أن يفهم كافة قادة الكتل السياسية المتواجنة من السيد عمار الحكيم وسيد مقتدل صدر وباقي السيد حيدر العبادي وسيد هاد العامر وغيرهم يجب أن يفهموا بأن أول خطوة في إخراج العراق من هذه المصيبة هو تشكيل حكومة عراقية جديدة بوجود جديدة بشخصيات نزيها على الأقل يستطيعون قيادة الوزارات التي أصبحت منابع اقتصادية لجهات معينة هذه نقطة ونقطة ثانية يجب أن نغير واقع بأن الأحزاب الإسلامية في عراق فشلت فشلا ذريعا في قيادة البلد كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك بجلب أشخاص نزيهين أو أشخاص لهم قابليات في مناصبهم يعني اليوم يجب أن يكون وزير الصحة رجل من المهن الصحية رجل يعلم بما يدور في وزارة الصحة أو في المستشفيات لا يمكن أن نؤتي بمهندس لقيادة وزارة الصحة ولا يمكن أن نؤتي بطبيب أن يقود وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع هذا ما شاهدناه في الحكومات السابقة يجب أن يكون الحكومة الحالية ويجب أن يفهم السيد عدنا نزور فيه بأن طريقه صعب نعم لكن لا يمكن أن ينجح إذا ما لم يساعده قادة الكتل السياسية والبرلمانيين المتواجدين اليوم في بغداد عليهم جميعا أن يعلموا في حال عدم تشكيل حكومة وعدم وضع نقطة لتغيير ما يحدث من المشهد السياسي من 2003 إلى 2019 من فشل في قيادة الدولة من فشل في تقديم الخدمات والمشاريع للمواطن العراقي اليوم حينما نشاهد فيروس كوروني ينتشر في كل أنحاء العراق نرى بأن وضع الصحي في العراق ووزارة الصحي لها القابلية في التصدي لمثل هذا الفيروس الوباء الذي يتحدى العالم بإجمعي على هذه المشكلة الصحية أيضا أستاذ محمد أراك تنتقد الأحزاب الإسلامية وأخير أيضا أن الأحزاب الإسلامية الشيعية وناقم على الأحزاب الإسلامية الشيعية شيعية إن كانت أن سلم وهل أن الأحزاب القومية بإمكانها أن تجعل البلاد في جو ربيعي مثلا لا هي ليست مسألة أحزاب قومية المسألة اليوم الدستور الذي كتب عليها بريمر سلمت لقادة الأحزاب الإسلامية في بغداد إن كانت سنية أو الشيعية لنكون واقعين ولم يكن هناك حكومة تكنوقراطية أو حكومة بيروقراطية انتخبت من أشخاص نازهين أو لهم خلفية أكاديمية قادرة على قيادة البلد لا الشارع العلاقة اليوم يعلم كل ما يدور خلف الستار هذه الأحزاب جاءت لغرض قيادة البلد بعدما تحمل الشارع العراقي نظام ديكتاتوري مجرم قادل بلد خمسة وثلاثين سنة قدم الظلم لأبنى هذا الشعب بكافة مكوناتي من السنة والشيعة والكرد والتركمة وباقي المكونات كان يأمل بأن تأتي حكومة جديدة حكومة ديمقراطية يبني على أسس مفهوم الحقوق الإنسان يعطي حقوق ويمثل كافة مكونات الشعب العراقي في هذه الحكومات يقوم بقيادة هذا البلد ليخرجه من هذه الأزمات التي يعاني منها لكن ماذا شاهدنا؟ شاهدنا بأن العراق رجع خمسين إلى مئة سنة إلى الوراء اليوم حتى السبل التعليمية أصبحت حتى أهون من ما كانت عليه في وضع في زمن الطاغية الصدام الوضع الصحي كذلك الوضع الاجتماعي كذلك الوضع العماري كذلك الوضع الاقتصادي والتجاري والنفط في كل الوسائل رجعنا إلى مئة سنة إلى الوراء الحل هو ليست أحزاب قومية نحن حينما ننتقد الأحزاب الإسلامية ننتقد من واقع حال اليوم مدينة توس خرماتو تتعرض بين فترة أخرى إلى هجمات إرهابية اليوم توس خرماتو تحتاج إلى مشاريع أيضا في المحور أيضا سيد محمد ولكن الانتخابات المبكرة هل بإمكان حكومة السيد الزور في إجراء الانتخابات المبكرة قبل إجراء عملية التعداد العام للسكان والمساكن قبل إجراء التعداد وأيضا الإحصاء وقبل أن تتم عملية التسوية وحل الخلافات بين حكومة الإقليم وبين الحكومة الاتحادية في المناطق المختلطة والمتنازع عليها ضمن المادة 140 كيف ترى؟ يعني أمام سيد عدنان الزور في كما قلت قبل قليل طريق عسير في مسألة تشكيل الكابينة الوزارية لكن لكي نكون واقعين اليوم حكومة إقليم كردستان لها حدود جغرافية وضعت في الدستور العراقي متمثلة بالمحافظة الثلاثة وضمن المادة 142 من الدستور العراقي لحكومة الإقليم جهة رقابية وجهة تشريعية وجهة تنفيذية لكنها في نفس الوقت يجب أن تكون مرتبطة ارتباطا مباشرا بالحكومة الاتحادية في بغداد لكن ما نراه اليوم حكومة الإقليم تتصرف وكأنها حكومة في حداء وهي شريكة في نفس وقت في حكومة الاتحادية في بغداد وهذه المسألة ليست مسألة اليوم إنما منذ السنين آخرها كان دخول القوات الاتحادية بعد مسألة الاستفتاء الباطل 16 أكتوبر نعم في حدث 16 أكتوبر يجب اليوم السيد عدنان الزور في أن يوضع نقاط مهمة سيد عدنان الزور في أعلن في خطابه بأنه يدعم قوات البشمرقة وأيضا يدعم هيئة الحشد الشعبي كقوات أمنية هيئة الحشد الشعبي قوات نظامية أمنية تابعة لمجلس الوزراء العراق لكن قوات البشمرقة أيضا هي قوات تابعة كحرس حدود تابعة لمنظومة الدفاع الوطنية يجب أن تعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة وهو منصب رئيس الوزراء في العراق هذه النقاط يجب أن يحددها سيد عدنان الزور في من اليوم وأن يكون شفافا في تعامله وفي مسألة خصم بعض الطلبات التي سيقدمها الوفد الكردي سنشاهده في الأيام المقبلة قد يكون هناك وفد كردي الأطراف الكردية أيدت أيضا ورحبت بتكليف السيد الزور في على خلاف ما كان معم التوفيق اللاوي يعني الترحيب ممكن لكن يجب أن لا نعلق منه الآن قد يكون مبكرا ننتظر السيد عدنان الزور في اللي نرى مواقفه وماذا ستكون هذه مواقف وطنية هل سيقوم بدعم الحكومة الاتحادية وتجعلها حكومة قوية أمام حكومة الإقليم كما قام سيد حيدر العبادي حينما وجعل الموقف حكومة الاتحادية في بغداد أقوى من حكومة الاتحادية وهو المفروض أن يكون كذلك جيء بالقوات الجيش العراقية وشرطة الاتحادية في هذه المناطق يعتبر أيضا من ضمن التعالف السيد العبادي لذلك السيد عدنان الزور في كونه أيضا من كتلة النصر وهو أيضا من أحد المقربين من السيد حيدر العبادي نعتقد بإذن الله سيكون موقف مشابه للسيد حيدر العبادي لكن في نفس الوقت اليوم هناك كتلة أخرى في بغداد كتلة النصر أعربت عن ترحيبه وأيضا السيد عمار الحكيم والسيد مقتدر الصدر ترك الأمر للسيد الرئيس الجمهوري بتكليف أي شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة هناك اعتراضات من قبل قائمة الفتح ومن قبل بعض الأحزاب السنية الحكمة أيضا اعترضت المجلس اللعلى أيضا اعترضوا يعني ليس الكل جزء منهم اعترضوا سنرى في الأيام المقبلة دولة القانون أيضا دولة القانون طبعا دولة القانون لو وجهت نظر آخر دولة القانون يبحث عن الشخصية يكون تابع لقائمة الفتح وتابع لحزب الدعوة الإسلامية حصرا سيد محمد الاحتجاجات التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر أثمرت عنها إقرار قانوني الانتخابات البرلمانية وأيضا قانوني الانتخابات مفوضية الانتخابات أنتم راضون على قانوني الانتخابات والمفوضية تم استبدال العضاء المفوضين السابقين لديكم إشارات عليهم السابقين في عملية الانتخابات السابقة في 2018 أعتقد كانت هناك مؤشرات مؤشرات عليهم في الانتخابات التي جرت وأيضا أنتم شهر كامل أعتصمتم ولكن من دون أن تسر عن نتيجة مثلا لا يعني الاعتصامات التركمانية التي شاهدت مدينة كركوب خرج العشرات الأعرف من المواطنين التركمان عبروا عن رأيين بشكل صريح جاءت بنتائج كبيرة منها كانت إبعاد كافة عظمجلس المفوضين من مناصبين ومن ثم تم إجراء تحقيق من قبل السيد رئيس الوزراء أنا ذاك السيد حيدر ولكن بعد إذن رجعوا يعني بتشكيل لجنة من ديوان الرقابة المالية من دائرة المخابرات والأمة الوطنية تم كشف التزوير وتم الاعتراف من قبل رئيس الوزراء بأنه جرى تزوير كبير هائل في العملية الانتخابية في العراق لكن مع الأسف كما ذكرتم بعد مجيء السيد عادل عبد المدويت السادة النواب الجدد في 2018 كان أول قرار إرجاع نفس أعضاء المجلس المفوضين إلى مناصبي نحن لدينا تحافظ عليهم جميعا لأنهم جميعا كان لهم دور سلبي في مسألة التزوير كان لهم كان عليهم مؤشرات خطيرة كل ما يحدث اليوم كان لسيد رئيس الجبلة تركونا العراقي النابر شير الصالحي كلام في وقته حينما قال بأن كل ما يحدث بأن الانتخابات التي جاءت بالتزوير سيؤدي إلى فشل ذريع وفعلا تحقق الفشل الذريع ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم اليوم نحن راضون لا لسنا راضون عن مجلس المفوضين لأنه ليس لدينا ممثل في مجلس المفوضين ويجب أن يكون هناك للتركمان ممثل كونه مكون أساسي مكونات الشعب العراقي مع الأسف لم نستطع أن نفهم قادة الكتل السياسية بضرورة تواجد المكون التركماني في كل مسائل الدولة في مجلس المفوضين في ديوان الرقابة المالية في هيئة النزاهة في الكابينة الوزارية في كافة المناصب التي تقود الدولة العراقية اليوم هذه أحد السلبيات التي تحدثت عنها حينما تمت بعض الأحزاب الإسلامية بأنها فشلت دريعا في قيادة البلد لم يستطعوا تمثيل كافة مكونات الشعب العراق وهذه نقطة أساسية اليوم المكون التركماني الذي قاتل تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة ودفع العديد من شبابي كضحايا في تلعفر وآمرلي وطوز وداقوق وتازة وبشير وباقي المناطق وحتى داخل مدينة كاركوك إلى اليوم نشاهد بأن تنظيم داعش الذي خرج من العراق بجهود الشعب العراقي وبجهود القوات الأمنية الاتحادية وكافة مسمياتها والحجد الشعبي والحجد الشعبي وأيضا جهاز مكافعة الإرهاب الذين قاتلوا استطاعوا إخراجهم من الموصل والفلوجة ورمادي وتكريت والموصل اليوم لا زال فلول هذا التنظيم في جنوب مدينة كاركوك في داقوق وطوز خرماتو يستهدفون المكون التركماني بل وصل الأمر أن الأخاني قبل أيام نشروا مقطع فيديو تابع لما يسمى بتنظيم الدولة بولاية كاركوك هذا المقطع الفيديو يتحدث بشكل طائفي جدا من استهداف المكون التركماني وتحديدا التركماني الشيعة في منطقة طوز وداقوق أنا أعتقد بأن المسألة ليست فقط تنظيم داعش وإنما هناك أطراف سياسية كان لنا البارحة بيان صريح من أجابة تركماني العراقي بأن هناك أياد تحاول إضعاف الوضع الأمني المستقر في داقوق وطوز خرماتو أيضا سنأتي سيد محمد ولكن قبل أن نريد أن نتحدث أكثر بعمق عن قانون الانتخابات هل أنتم يراضون على قانون الانتخابات التي ستجرى الانتخابات ربما بعد عام الانتخابات المبكرة قانون المناطقية مثلا الانتخابات ستجرى فيه اللقضية مثلا تابع لي كاركوك قضاء داقوق وقضاء الحوجة وقضاء دبس أنتم كتركمان هل ترون أنكم راضون ومقتنعون من هذا القانون الجديد الذي سيقر أنه مادة 15 يمكن لم تقر لحد الآن هناك إشكالات على مادة 15 الفقرة 15 الفقرة أول ما نحن لسنا راضون 100% على قانون الانتخابات لكن هذه القانون الانتخابات تم تفعيلها وتم تصويت عليها لذلك تقسيم المحافظات على نظام الأقضية قد تكون سلبيا على المكون التركماني لا سيما على سبيل المثال اليوم ناحية ألتون كوبري تابعة لقضاء دبس إذن كل الأصوات المكون التركماني في ناحية ألتون كوبري ستتذب أصواتهم هباء لأنها ستتذب إلى قضاء دبس وهذه القضاء تحديدا يمتاز بها المكون العربي والكردي بالنسبة لكثاب السكوني أعلى من المكون التركماني لذلك سيكون التركمان له مدور في قضاء داقوق وقضاء مركز مدينة كركوق في الانتخابات لذلك أنا أعتقد وهي مسألة سابقة لوانية لكن نحن مع الدار الانتخابي للجبه التركماني العراقية ومع السادة المسؤولين في الجبه لدينا اجتماعات مستمرة في هذه الخصوص يجب أن تكون هذه الانتخابات انتخابات حاسمة ويجب على المكون التركماني المشاركة بشكل فاعل لأن كما قلنا بأن طريقة الانتخابة اختلفت اليوم هذه القانون جعلت من أن يكون للشخص المرشح أهمية أكثر من كونهم في قائمة وكتلة معينة قبل كان القائمة هي الأساس والأشخاص المتواجدين في القائمة ليس لهم دور لديهم دور طبعا لكن ليس لديهم دور فاعل بقدر ما الاسم الرنان للقائمة لكن اليوم الوضع اختلف حسب هذا القانون الشخص هو الأهم لذلك علينا أيضا اختيار أشخاص كفؤين يعني هؤلاء الأشخاص لديهم دعم ومسالد من القاعدة الجماهيرية من القيادات ضمن جبهة تركمانية أم من المستقلين التركمانية ليس إلا أن يكون من جبهة تركمانية العراقية أو قيادة في جبهة تركمانية العراقية لكن يجب أن يكون له خلفية سياسية عمل منذ سنوات في الساحة السياسية التركمانية معروف من قبل القاعدة الجمالية لكي يحصل على أعلى الأصوات لا سيما القانون تتحدث بأن من يحصل على أعلى الأصوات هو الذي سيربح المسابقة الانتخابية نعم أستاذ محمد لي نأتي إلى الملف الأمني في كاركوغ الملف الأمني في كاركوغ الحمد لله ومنه أنه بعد 16 أكتوبر كاركوغ تشهد استقراراً أمنياً لا نشهد خروقات أمنية في مركز المدينة هناك خروقات حصلت في أطراف محافظة كاركوغ وخاصة في أطراف قضاء داقوغ وأيضاً في قرية إمام زين العابدين قبل عام من الآن وحالياً يمكن البارحة أمس استودف مركز قضاء توس خرماتو بعدة قضائف هاون أو صواريخ سقطت إلى الأحيال المدنية أسفر عن هذا الاستداف إصابة أطفال عدد من الأطفال وأيضاً من النساء يعني لماذا هذه الاستدافات المتكررة للمناطق التركمانية هذه الاستقرار السياسي الأمني التي تشهده توس خرماتو وداقوغ وحتى مدينة كاركوغ بدأت تسيل لعاب الفاسدين والداعمين للتنظيمات الإرهابية كما قلت قبل قليل أن ما يحدث في أطراف داقوغ بين آوين أو أخرى وما يحدث في توس خرماتو أو في داخل كاركوغ وجنوب كاركوغ أعتقد بأن هناك أطراف تحاول أن تربك الوضع الأمن في هذه المناطق أصدرتم بيانة نستاذ محمد يعني إلى ماذا أشرتهم في هذه المناطق نحن أشرنا بأن عدة نقاط أولاً ضرورة تشكيل قوة أمنية من أبناء مدينة توس خرماتو ومن أبناء مدينة داقو كما قلنا المثل العربي الشهير أهل ما كأدرى بشعابها يجب تشكيل قوة إضافية من مدينة توس خرماتو ومدينة داقوغ لحماية مناطق هذه النقطة النقطة الثانية يجب على السيد قائد العام قوات المسلحة السيد رئيس الوزراء ووزارتها الدفاع والداخلية بأخذ قرار بتمشيط أطراف توس خرماتو وأطراف داقوغ وحتى جنوب مدينة كركوغ وحوض الحمرين من فلول تنظيم داعش الإرهابي لوضع هذه الهجمات التي تستهدف المكون التركماني ثالثا هناك أطراف سياسية تحاول بهذه الهجمات الإرهابية إبعاد المكون التركماني من مناطقين أنا في وقتي كان لدي فكرة طرحتها قلت المهجرون التركماني الذين خرجوا من تلحفر ومن أطراف مدينة توس خرماتو لماذا يبقون في مخيمات النازعين من الممكن شراء أراضي زراعية تابعة المكون التركماني في أطراف داقوق وأطراف توس خرماتو وفي جنوب كركوغ وبناء قرى للعوال التركماني وإسكاني هذا ما قام به الحزاب السياسي الكردية في شمال تلحفر وأطراف سنجار والكثير من المناطق التي حاولوا منها تغيير الديمغرافي نحن ليسنا مع التغيير الديمغرافي لكن نحن لغرض حماية مناطقنا يجب إسكان العوال التركمانية في الفراغ المتواجد بين توس خرماتو وبين داقوق طرحت هذه الفكرة في وقتها لكن كما قلت اليوم الحكومة العراقية ونرجع إليها مرة أخرى وليست الحكومة الحالية كل الحكومات المتعاقبة لم تقف مع المكون التركماني بشكل صريح لا يوجد أخاني لا يوجد قانون واحد أخرجوا الحكومات العراقية في البرلمان لصالح المكون التركماني لا يوجد مشروع واحد أصدرتها الحكومة العراقية وقامت بها الحكومة العراقية في أي منطقة من المناطق التركمانية سواء في تلعفر أو في طوزة أو آمللي أو غيرها من المناطق لذلك نحن وصلنا إلى قناعة تامة اليوم يجب أن تكون الحكومة العراقية حكومة شاملة أن يكون فيها ضرورة أن يكون فيها مكونة تركماني في أحد القناة الفضائية سألني أحد الإعلامين لماذا يجب أن يكون لكم ممثلا في الحكومة العراقية طيب لماذا الكرد والشيعة والسنة وباقي المكونات الأساسية في العراق الذي ممثل في الكابينة والذين ممثل على مستوى رئاسات الثلاثة وحينما يدور الكريم على التركمان يقال لماذا تطلبون بهذا المطلب هذا مطلب أساسي اليوم التركمان المكون الأساسي الثالث في العراق حتى أن منصب رئيس الجمهورية من الممكن أن تكون للتركمان لماذا لا يكون للمكون التركماني لماذا يكون فقط للمكون الكردي لذلك أقول أخاري هل يوجد في الدستور العراقي قانون ينصب أن يكون رئيس الجمهورية للكرد ورئيس الوزراء للشيعة ورئيس البرلمان للسنة جواب كلا لا يوجد هذه المدى إنها فقط محاصصة ما بين كتل معروفة تدار من قبل هذه الأحزاب السياسية لذلك يجب أن نبدأ التغيير بالخطوة الأولى بحكومة شاملة تمثل كافة مكونات الشعب العراق وأن يكون البتركمان أيضا بصمة في هذه الحكومة نعم أستاذ محمد من خلال تواصلكم مع قضاء توسخر ماتو ومع فعاليات المجتمع المدني وأيضا إدارة قضاء توسخر ماتو إلى ماذا توصلت الأحداث والتحقيقات عن تلك الجريمة يعني الجهات التي قامت بتلك الجريمة بقصف قضاء توسخر ماتو يعني مع الأسف هذا الحدث الذي وقعه باستهداف أحد الفواتح مجالس العزاء ذهب الضحيات العديد من نساء التركمان وأطفال التركمان بعد ذلك تم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل السيد رئيس الوزراء لكن مع الأسف لم يخرجوا بنتيجة فعالة ولم يتم محاسبة من ارتكب حتى لو كان بالخطأ يعني لم نصل إلى أي نتيجة ملموسة من الحكومة العربية بالنسبة للإستداف أمس أستاذ محمد يعني التحقيقات أو القال قبض على أحد الجناد مثلا أحد الإرهابيين يعني هناك فلول تنظيم داعش بالفعل بأطراف توسخر ماتو ودقوق وبين فترة أخرى حتى أن المقر المتقدم لقيادة العامة المشتركة تقوم بين الحين والآخر بعمليات نوعية تمشيط في قضاء الحويجة وأيضا أطراف دقوق وهذه المناطق ويقومون بإلقاء القبض أو قتل هؤلاء الإرهابيين بعمليات نوعية لكن المسألة أنا أعتقد هي ليست فقط مسألة تنظيمات إرهابية هناك مناطق في أطراف توسخر ماتو تحتاج هذه المناطق إلى تمشيط فعلي هناك قرى لا زالت تحتضن في لول تنظيم داعش الإرهابي هناك أطراف سياسية تقوم بدعم هذا التنظيم لاستهداف المكون التركماني لذلك أنا أعتقد بضرورة تشكيل قوة إضافية بضرورة تعزيز القوات الأمنية المتواجدة في هذه المناطق نعم بسر محمد بالنسبة للخدمات يعني هناك عملية عادة أعمار المناطق المتضررة من الإرهاب وخاصة لديكم مناطق تازة تعرضت إلى ضربة كيميائية على أيدي العصابات الإرهابية وقرية بشير دمرت بالكامل وإيضا مناطق طوز خرماتو وإيضا شانل آمرلي وإيضا تلعفر إلى ماذا تعزون عدم الإتمام بتلك المناطق لحد الآن يعني اليوم لو كان المكون التركماني يمتلك وزير لا استطاع هذا الوزير أن يأخذ ولكن لديكم نواب السيد محمد الموضوع لا يكمل في النواب سيد الكريم حتى يفهم المواطن الكريم اليوم الجبه التركماني العراقي أو باقي الأحزاب التركمانية حينما يطلق مشروع معين لإعمار منطقة معينة لمن يجب إعطاه هذا الطلب للبرلمانين أم للوزراء للهيئة التنفيذية وهي الحكومة العراقية أي مجلس الوزراء وليس البرلمان لذلك على أن يكون شخص وزير في مجلس الوزراء هو يكون جسر ما بين الأحزاب التركمانية ومتطلبات الشارع التركماني وما بين الحكومة العراقية نحن هذا الجسر مقضوع ونتحدث به في عدة وسائل الإعلام مرارا وتكرارا نقول لذلك من الضروري تمثيل شخص شخصية سياسية وزير في الكامل الوزراء لإيصال صوت المكونات التركمانية من المشاريع وإعمار حتى أنها ليست فقط مشاريع وإعمار هناك مشكلة كبيرة قانون الأراضي والاستحصال الأراضي إلى الآن لم تحل هناك مشاكل عشائرية تحدث بين الحلوان آخر بين العرب والتركمان بسبب نزاعات بسبب هذه الأراضي إلى الآن لم تحسن لماذا لا تحسن لأن الحكومة العراقية في بغداد لا تصغي إلى الأحزاب بل تصغي إلى وزرائها ولكون المكون التركماني ليس لدي وزير يستطيع إيصال صوتهم نعاني من هذه المشاكل بالنسبة للإعمار في مركز مدينة كاركوك كيف ترى الإعمار؟ يعني أنا أعتقد بأن السيد راكان الجبوري اختلف عن سلفي السيد المحافظ السابق بأن الإعمار بدأ ينتشر في كافة المناطق يعني الإدارة السابقة كانت فقط تدير المشاريع المهمة والاستثمارية في المناطق الكردية دون الاهتمام بالمناطق التركمانية والعربية لكن اليوم نشهد بأن هناك مشاريع في كافة المناطق بدون في تسعين نور هناك مشاريع معينة في منطقة واحد هذا في منطقة واحد وزيران مشاريع مثل يش السادة محمد مشاريع خدمية اليوم هناك مشروع مهم وهو مشروع ربط كافة المجاري والمنهولات في مدينة كاركوك بمنظومة معينة متطورة في منطقة تركلان بعد إنهاء هذا المشاريع هذه مشاريع اتحادية يعني الحكومة الاتحادية تخصص أموال ميزانية لمشاريع المجاري لكن جبل يم تكن تنفذ بل كانت تسرق نصفها وتذهب إلى مصارف الإقليم والنصف الآخر يقدم فقط للمناطق الكردية وبعض مشاريع التي تقصد عليها اليوم هناك مشاريع بناء مستشفيات هناك مشاريع بإكمال المناطق التسوق المولات في داخل مدينة كاركوك التي تركت أغلبها يعني المواطن يريد مولات أو المواطن يريد مثلا العيش الكريم العيش الرغيد يعني أستاذ محمد هل ليست مشاريع يعني لا اليوم لكي نكون واقعين أخاني مطار كاركوك ليس سببه والحكومة الإدارية في كاركوك اليوم مطار كاركوك شبه منتهي لكن سلطة الطيران المدني مع الأسف ووزارة النقل هي تحت ضغط الإقليم وذات تحت ضغط الأطراف السياسية معينة تحاول عدم فتح هذا المطار ولكن بعض الجهات تحملكم المسئلية بأنكم تعرقلون بسبب بعض المنازل بعدد من منازل المواطنين التركمان في مطقة الحمزلية هذا غير صحيح اليوم الجهات إن كان الإدارة المحلية في كاركوك من السيد المحافظ أو الأحزاب السياسي المتواجد أو السادة النواب في كاركوك عملوا قدر المستطاع في مسألة أخذ الموافقات لإكمال هذا المطار طيب المطار تم العمل به تم العمل به هو الآن المطار في المراحل المنتهية الأخيرة طيب إذن نحن عملنا ما يقع على عاتقنا الموضوع الآن الكرة في ساحة وزارة النقل وسلطة الطيران المدني يحسم هذا الأمر هذا واحد ثانيا اليوم هناك مشاريع كبيرة مشاريع من تبليط الشوارع والأرصفة والميادين وإعادة الكثير من البنية التحتية داخل مدينة كاركوك حتى أن خارج مدينة كاركوك في بعض الأقضاء والنواحي بدأ هناك مشاريع أخرى داخل مدينة كاركوك كانت هناك عدة مدارس تركت لم يتم بنايتها اليوم نشاهد بأن بعض المدارس تم بناء بشكل كامل سيد الكريم قد يكون هناك نقاط نختلف بها مع الإدارة المحلية يعني السادة محمد عذراً قلع الأرصفة وقلع الشوارع وقلع التبليط هل يعتبر من المشاريع المهمة؟ وهل كان موجوداً قبل 2017؟ يعني أتسألك السادة محمد أنا أيضاً أتسأل وسؤال للجمهور أيضاً هل قبل 2017؟ هناك أيضاً تلاكو لربما تلاكو أو المواطن يتذمر أنه قطعة الشوارع وأنه المشاريع تنفذ صح ولكن بعدم انتظام توقيتاته مثلاً لربما بعدم تحديد مواقع بديلة لتلك الطرق مثلاً لا أولاً كاركوك منذ قبل 2003 في عهد النظام السابق مع الأسف 35 سنة تركت هذه المدينة ولم تقدم بها أي خدمات حتى نكون واقعي ولو شاهدنا الصور القديمة لكاركوك قبل 1980 في عهد السبعينيات والستينات لكانت كاركوك أجمل مدينة عراقية أكيد تختلف أجمل مدينة عراقية لكن اليوم البنية التحتية ما تتحمل نظام صدام تركت كاركوك بدون أي خدمات صدام حسين كان له قرارات مشحفة بحق كاركوك بجعل كاركوك كان قرية أهملت في كافة القطاع خيراتها الغيرها نعم نعم علماً أنها كانت تحتضن بل كانت تصدر النفط حتى في فترة الحصار فقط من مدينة كاركوك كانت البصرة متوقفة لكن كاركوك تعمل لذلك بعد 2003 بسيطرة الأحزاب الكردية في عهد السيد عبد الرحمن والسيد نجم الدين كريم إلى 2017 هل تم قلع رصيف واحد من منطقة تركوك مانية أو منطقة عربية جواب كلا هل تم تبليد شارع واحدة جواب كلا هل تم تقديم أي شيء بهذه المناطق تجواب كلا إذن نحن حينما نقول بأن الإدارة الحالية أفضل نحن لا نقول بأنها مئة بالمئة لا لكن حينما نقارنها بالإدارات السابقة نعم هي أفضل من الإدارات السابقة وهي الآن على الأقل لا تفرق بين المكونات هناك مشاريع في شوراو وهي مناطق تجاوز وبنيت في عهد الأحزاب السياسية الكردية في المناطق الترخمانية كارع للتسعين الشهداء لا فيها مشاريع أي مشاريع أي مشاريع في واحد أذار أيضا في مشاريع في شوارع الخارجية بدأت الآن العمل بها هناك العديد من المشاريع لست محاميا أو أدافع عن الإدارة المحلية لكن هذه قناعة لا ربما هناك محابة لا لا أبد لكن أنا أتحدث من باب الإنصاف أنا أعتقد بأن الإدارة الحالية أفضل من سابقتي نأتي إلى جانب الصحي والجانب الأهم يعني المعمورة كلها تشهد وباء كورونا يعني هذا الوباء عالمي وباء خطير الأمة المعمورة كلها دخلت حالة الإنذار ومنع التجوال كاركوك الحمد لله أنه ما عندنا حالات مستعصية أنه لربما حالة واحدة أنه حالة أيضا هذه الحالة أيضا يعني غير حاملة للكورونا كيف تقرأ الوضع الصحي لمحافظة كاركوك نعم الآن سننتقد الإدارة المحلية لأن أنا حينما دافعت عن الإدارة المحلية من باب الخدمات دافعت عنها اليوم فيروس كورونا أصبح وباء عالمي حسب بيانات WHO منظمة الصحة العالمية الإصدارات التي نتابعها بشكل يومي مع الأسف هذا الوباء اليوم متواجد في كافة القارات الموجودة على وجه الكورونا في كافة الدول حتى في الدول العظمى والدول النامية وحتى في أوروبا في العراق مع الأسف لم يكن الحكومة العراقية في البداية يعني لم تواجه هذا الفيروس بشكل جدي تم يعني اليوم وزارة النقل تم تلك 16 طائرة نقل للمسافرين كلها تدب إلى الدول الموبوعة وكلها ترجع مفروض تخصيص طائرات معينة يتم تعقيمها بعد أن يصل إلى المطار بغداد وبعد أن يوصل المسافرين يتم تطهيرها بشكل يوم لكن كل الطائرات سفروا إلى دول موبوعة وغير موبوعة طبعا هذا إهمال جسيم وزارة الصحة يقع عليه عاتق كبير لكن وزارة الصحة أيضا تقول بأنها لا تمتلك أموال كبيرة كان السيد أرشد الصالحي اتصال مع السيد وزير الصحة طالب بتخصيص معين أيضا من الحكومة العراقية لمدينة كركوب طالب بخمسمائة مليون دينار عراقي وافقوا على ثلاثمائة أربعة وثمانين مليون دينار وصلت قبل أيام إلى كركوب هذه طبعا جهود لسيد الناب أرشد الصالحي مع ذلك اليوم الإدارة المحلية في مدينة كركوب أيضا لم تقم بأمور جدية يعني اليوم ونحن حاليا في استوديوهات قناة التركوين تابعة لشبكة العلامة العراقية وهناك منع تجوال في مدينة كركوب هل الحكومة المحلية في كركوب السيد المحافظ أصدر قرار باستثمار هذه الأموال بشكل مستعجل لشراء معاقمات ومنظفات وتعقيم دوار الدولة إلى الآن لم تحدث إلى الآن لم يتم تعقيم المناطق أو المجازر أو المناطق الموجودة العامة في مدينة كركوب لم يتم هذه الأمور إلى الآن هناك عدم التزام من كبال بعض أيضا من كبال المواطنين بالأوامر التي تصدرها خلية الأزمة في مدينة كركوب اليوم كركوب تحتاج إلى تعقيم وتنظيف كافة الدوار والمؤسسات العلمية والمؤسسات التعليمية والمؤسسات العامة وعلى سيد محافظ كركوب مع لجنة خلية الأزمة القيام بهذه المهام بأسرع وقت ممكن لأن المسألة ليست مسألة تهون هي أرواح ناس وضرورة تفيد كافة أبناء الشارع الكركوب نتمنى من جميع أبناء الشعب العراقي وخاصة أبناء كركوب أن يلتزموا منازلهم وبيوتهم وخاصة في هذه المرحلة الحارجة مرحلة أنه لازم واحد أنه يؤمن على نفسه صحيا وأنه يعقم بيته يعقم يعني حتى الأطفال ما يخلوهم يخرعون برنا كان هناك تقرير أصدرته إيطاليا قالت بأننا تهاوننا مع هذا الفيروس ولم نهتم بالموضوع واستمرينا في حياتنا ومداولة أعمالنا في الشوارع ووصلنا ما وصلنا إليه لذلك اليوم منع التجوال هي ليست غلق الناس في بيوتهم لكن هي ضرورة قصوى ويجب علينا جميعنا الاتزام لضمان الأمن الصحي الصحة العامة الصحة المجتمعية شكرا لكم سيد محمد سمعان أغا المتحدث باسم الجبهة التركمانية العراقية كنت ضيفا كريما عزيزا في برنامج قضية المناقشة شكرا جزيلا لكم وأشكر لكم سادتي ألا كرم على حسن المتابعة والأضغاء وأنا أتمنى لكم السلامة شكرا لكم اشتركوا في القناة